أهم الحاجات اللي بنستخدمها عشان نوصل لموضوع نيفرتي تيناك ده البوتوكس تخيلوا عاديين بنسمع عنه طول الوقت علشان حوالين العين واجبها ومش واخدين بالنا انه ممكن يبقاله دور كبير قوي في موضوع الرقبة طبعا لازم بقى فيه تقييم طبي انه مش كل الناس ان فيه واحدة ممكن عندها ترحولات في الجلد كتير قوي مش هينفعها اللي عم يتشد الرقبة مثلا او استخدام خيوط مثلا بشكل معين فيه واحدة عندها دهون كتير في منطقة الرقبة واللي هي من ساميها اللغد او الدابل تشين فبالتالي دي محتاجة ان احنا نعمل تفتيت للطبقة الدهونية اللي تحت الجلد يعني بالتالي هي ليها استخدامات معاناة لازم تخضع لمعايير طبية وكشف الطبي يقدر الدكتور يقول ان البوتوكس للمنطقة دي هيفرق طيب زي ما تعلمنا مع بعض كده من خلال حلقاتنا اللي على طول مع بعضينا كيبة احنا كنا نقول دايما للبوتوكس للعضلات طيب ايه علاقة بقى الموضوع ده بالعضلات حلو خلينا نتخيل مع بعض ان احنا فيه عندنا عضلات للوش هي اللي قاعدة بتعمل النشاط بتاعها وكمان عندنا عضلات في الرقبة بتقدر تعمل برضو نشاط لها طيب الستة او الراجل عنده العضلات دي مشكلتها ايه مشكلتها ان هي بتشد كده فبتظهر التجعيد بزيادة يعني ها فكروا معايا العضلات قاعدة بتشد كده يعني الاتجاه لتحت طب احنا عندنا فيه عضلات الوش بتشد لفوق حلو يبقى انا لو قدرت احيد منطقة الرقبة العضلات اللي فيها نشاط زيادة وبتشد لتحت دي كده هانتلها بوتوكس اللي هو بيقلل من نشاط انا هخلي العضلات بتاعت الوش تشد الفوق حلو يبقى انا دلوقتي اللي بيشد لتحت بتاع الرقبة ريحته وخليت او مايشتغلش الزيادة قوي وخليت العضلات اللي في الوش تشتغل كويس فحتقوم شده المنطقة دي كلها الفوق حلو يبقى ايه اللي هيحسن منشد الفوق اي واحدة تقف كده ده اللي براية بتعمل كده بأيديها هتلاقي منطقة الرقبة اتشدت ومنطقة خط الفك تشد معانا بالعضلات كلها اللي بتدت تشد في الديريكشن اللي هو الفوق وهو ده الديريكشن بتاع الشباب يعني ايه تأثير دايما الجاذبية الارضية للتحت ونلاقي دايما لو اي واحدة كبيرة في السن او واحد ملامحوا بيحصلها سقوط ونلاقي دايما الشاب او الشابة الملامح كلها مرفوعة الفوق ونلاقي حتى كمان تعبير دايما منقوله لستات شكل جمالي شبابي وهو الهاي تشيكبون ان هما يبقوا عندهم الخدين مرفوعين كده الفوق طبعا مش اوفر حشان ما يبقاش الشكل الصناعي الناس كدير ساعات بترقب منه يعني لكن هو الفكرة في ايه ان احنا حقلنا البوتوكس لمنطقة الرقبة والخط الفك فحصل ايه العضلات بتاعت الوش هي اللي تدي تشتغل جامد فخلت ايه المنطقة اللي تحت دي تتشد وتترفع ومنلاقي ناس عندهم خطين في وسط الرقبة واضحين قوي حتتين كده برزين لبرة وعند الستات اكتر وبالذات لو رفيعين شوية هنا دا بقى عشان العضلات بتاعت الرقبة شغلة جامد فبتتحقن ومعانا صور برضو ان شاء الله هنعرضها لكم تبين بقى فرق الرقبة قبل وبعد قوي بعد موضوع البوتوكس وازاي ان البوتوكس في المنطقة دي ممكن يعمل فرق كبير قوي للرقبة لو تحط في مكانه حتة الرقبة وحقنها بالبوتوكس هتوصل في النهاية لتعبير معروف جدا عالميا دلوقتي اسمه انيبرتيتي مك كلمت في الجزء الاولاني من الحلقة على استخدام مشهور جدا بره يمكن ناس كتير في مصر ما تسمعش عنه هو استخدام البوتوكس للعرق الزيادة وقد ايه دا بالشخص اللي بيعاني منها بسبب له مشاكل كتير قوي في حياته اليومية وقلنا استخدام البوتوكس كمان من الحاجات المشهورة دلوقتي على مستوى العالم اللي ممكن برضو الناس ما تبقاش عارفة عنها كلام كتير موضوع البوتوكس للوصول لحاجة اسمها انيبرتيتي نك او جمال الرقبة بتاعة انيبرتيتي العلم نفسه بيشبهها بالطريقة دي علشان زي ما انا قلتلكو ان البوتوكس ممكن يتعمل حقنه لمنطقة العضلات اللي موجودة فيها نشاط زيادة في منطقة الرقبة وعملة تجعيد وخطوط في المنطقة دي كتيرة لما بيتحين العضلات دي بتريح فبتفرد ولما بيتحين الخط الفك بتاع الوش من تحت العضلات الرقبة عضلات الوش نفسها بتشده فيزهر علامات خط وده من الحاجات الجميلة او علامات الجمال ازاي ان خط الفك متحدد كده واضح وفي نفس الوقت الرقبة مجدودة معنا صورة بتبين لنا جزء من الموضوع ده اللي هي التجعيد اللي بتكون في منطقة الرقبة شايفين الشكل اللي على الشمال وقديه العضلات واضحة قوي وبرزة ونشوف الشكل العليمين ازاي ان الرقبة بقت مجدودة تخيلوا ان الشكل ده بمجرد في تقريبا دقيقة الشكل العليمين بقى عامل كده طبعا بيبتدي بعد مثلا يومين تلاتة لغاية ما يوصل لعشرة ايام زي ما انا قلتلكو عشان يوصل للنتيجة النهائية معانا بقى كمان صورة تانية برضو للرقبة هي على الشمال برضو كان واضح ان فيها الخطوط اللي بارزة قوي دي وعليمين صورة عالكت